اهلا بكم مشاهدين فيما يتعلق بالتصنيفات التي تطلقها المؤسسات الدولية البنك الدولي يطلق تحذيرات للصين حول مستويات نمو قد تصل إلى 7% ولكن الصين في المقابل ترد بانتقاد شديد اللهجة على التصنيفات التي أصدرها هذا البنك فيما يتعلق بجاذبية بيئة الأعمال لا يبدو أن الصين راضية عن التصنيف رقم 90 فيما يتعلق ببيئة الأعمال والاستثمارات الأجنبية باعتبار أن هناك بعض المنغيصات تطلقها المنغيصات باتجاه الشركات الأجنبية نبدأ بداية مع مؤشر الـ MSCI للأسواق الناشئة كيف تصرف منذ بداية العام حتى اليوم نلاحظ أن هناك تطورات من الارتفاعات ما تزال واضحة على هذا المؤشر ويصل في مستوياته إلى الـ 1016 نقطة مؤشرات الصين إذن بالأخص فيما يتعلق بالانتقادات لأنه بنك الدولي أيضا وجه بعض التحذيرات للصين أن مستويات النمو إذا ما ذهبت إلى 7% هذا يضر باقتصاد الصيني وأيضا بطبيعة الحال سينعكس ضررا على الاقتصاد العالمي والمستويات المتوقعة هي عند 7% في العام 2015 مع أن الحكومة الصينية هي ترغب أن تصل مستويات النمو إلى مفوق 7.3% لاحظنا من خلال مراجعة للإنتاج الصناعي وضع الشركات الصناعية الصينية هناك تراجع في مستويات النمو لحركة التصنيع الصينية التبريرات التي أوردتها الحكومة أن هناك ضعف طلب محلي لأن الصين رغم ذلك لديها ورشة عملاقة من أعمال البناء التحتية رغم ذلك هناك قالت أنها تعاني من ضعف في الطلب المحلي إضافة إلى تأثرها بطباطئ تعافي العالم وهذا ما يؤثر على الصادرات الصينية بالنسبة للشانجهاي هو الذي يعطينا دلالات تأثرة كما تأثرت كل المؤشرات العالمية بالتراجعات ومستويات التراجع أوصلته إلى 2420 نقطة بعد أن انطلق من بداية العام فوق هذه المستويات بالنسبة لوضع مؤشر اليوان الدولار يتغلب على اليوان في هذه المرحلة الحكومة الصينية يبدو أنها تحاول أن يحاول الدولار كان قد تعرض لبعض التراجعات أمام اليوان لاحظنا أن الحكومة الصينية كانت تتجاوب مع التصريحات الغربية أو حتى المطالبات الغربية أن عليها أن تحرر سعر اليوان تركته يرتفع أمام الدولار وهذه المستويات التي تصل إلى حدود الستة يوانات لكل دولار 6.11 وطبعا هذه الارتفاعات كانت واضحة بالنسبة لليوان أمام الدولار في الفترة الماضية بالنسبة لمؤشرات الهندية طبعا بالنسبة للصين هي سبقت الهند في مؤشر بيئة الأعمال وجاذبيتها والترتيب الهندي كان قد وصل إلى 142 بينما الصين عند التسعين وأيضا الترتيب البرازيلي عند المائة وعشرين توقعات أيضا الـ IMF بأن نموة الاقتصاد الصيني سوف يتعرض لبعض التباطئ في 2015 قد نصل إلى 5.4% ولاحظنا أن هناك تأثر في القطاع الزراعي كثير تأثرت السلع الزراعية بالفترة الماضية وتراجع أسعارها هذا أثر على إسهام القطاع الزراعي الهندي في الناتج المحلي وارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الهند إلى 7.8% منذ بداية هذا العام هذا على مستوى الدولار مقابل الربية نلاحظ أنه يحاول أن يصل إلى نوع من الاستقرار في تسعيراته إذن إلى حدود الـ 61.39% لكل دولار بالنسبة لمؤشر بومبي الهندي أشار إلى نوع من الارتفاع كان مخالفا لأداء الكثير من المؤشرات المالية العالمية ومؤشر بومبي منذ بداية العام حصل على بعض الارتفاع حاليا هو عند مستوى 25.900 نقطة مع أنه انطلاقة العام كانت عند 23.000 نقطة ولاحظنا أنه فعلا الاقتصاد الهندي أعطى دلالات مختلفة عن كثير من الدلالات العالمية الأخرى البرازيل بعد إعادة انتخاب الرئيسة روسيف وكانت شعارها الأساسي أنها ستحارب الفساد انخفاض أيضا هذه التبعات الاقتصادية وأيضا التراجع في أسعار السلع الزراعية سيؤثر على الاقتصاد البرازيلي باعتبار أن هناك اعتماد كبير على صادرات القمح عفوا القهوة وأيضا السكر من البرازيل أدنى مستويات لأسعار السلع الزراعية البرازيلية منذ العام 2000 والتسع هذا بطبيعة الحال سينعكس تراجعا في مستويات النمو لهذا الاقتصاد ولكن قالوا أننا سنعتمد على هبوط العملة العملة البرازيلية أيضا أشارت إلى تراجعات وهو ما سيساعد قليلا الصادرات البرازيلية بالنسبة لمؤشر ساون باولو تعرض لبعض التراجع لكنه أفضل مما انطلق به منذ بداية العام المستويات عند الـ 54600 نقطة بعد أن انطلق من بداية العام من 52 ألف نقطة فيما يتعلق بالسكر أو مؤشرات هذه السلع المهمة في البرازيل إذن كما نرى فعلا هناك تراجع متواصل للأسعار قد تصل إلى نوع من الاستقرار لنرى تطورات طبعا أسعار الدولار وحاجة العالم من هذه السلع إذن هذه كانت مؤشرات مختصرة حول بعض الأسواق الصاعدة إلى اللقاء